النهاردة تابع رئيس الوزراء بنفسه من خلال اجتماع مجلس المحافظين بحضور وزير التنمية المحلية انبارح كان بتكلم مع الدكتور شاكر والمهندس طرق الملة ووزير الشباب والرياضة ووزير التنمية المحلية ده انبارح بقول لهم هنوفر ايه من الكهرباء علشان نوفر قد ايه من الغاز علشان نجيب قد ايه عملة صعبة انبارح كان الاجتماع بخصوص استراتيجية التوفير هنوفر ايه منين بكام ازاي النهاردة تم استدعاء جميع المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين علشان نطبق قرار اللي تغيث بالامس على ارض الواقع مين اللي هيوفر مين اللي هيرشد كل المحافظات على مستوى الجمهورية كل المحافظة يروح يقعد مع مجلس المحافظة ويقعد مع رأساء الاحياء والمراكز ورأساء المراكز يقعدوا مع رأساء القرى لتصل الى كل قرية وكل عزبة وكل نجع وكل حي في مصر انه مفيش اضاءة مهضرة في المباني الحكومية والمباني العامة والشوارع الرئيسية اللي مش حيوية وايضا المكاتب والتكيفات والمولات الى اخره كل القصة هتكلف الدولة شوية متابعة وشوية فزعة المحافظين يقفوا ورأساء الاحياء والمراكز يقفوا ويتحركوا بشكل يؤدي الى تحقيق الغرض الغرض ايه؟ عايزين نوفر من الطاقة الكهربائية 15% عايزين نوفر من الاستهلاك 15% ليه؟ لانه احنا عندنا طاقة كهربائية وفيرة ما فيش مشكلة عاملنا قالص لكن الطاقة الكهربائية دي بتكلفني عشان انتجها غاز وبتكلفني مزوت انبارح قلت لحضراتكم ان احنا بنوفر الغاز عشان نصدره عن طريق حاجتين بنحاول نستخدم المزوت من جديد تاني نحاول اقلل تكلفة الغاز او نسبة الغاز اللي في كل كيلوات ساعة علشان خاطر في الاخر اوفر غاز علشان اصدره بعملة صعبة خلينا اقول لحضرتك انه الغاز لو الكهرباء وفرناها بنسبة 10% يعني تم توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 10% هتديني في الشهر 300 مليون دولار كل شهر طيب لو نجحنا ان شاء الله ننجح في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 15% هتؤدي الى توفير 450 مليون دولار شهريا يعني سنويا 5 و 4 من 10 مليار دولار تقريبا 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 لو نجحت خطة الحكومة اللي انبارح اتكلم عنها الدكتور مصطفى مدبولي والنهاردة كلف المحافظين بالقيام بيها هتوفر في السنة للدولة المصرية حوالي 5 ونص مليار دولار تقريبا قريب من ايراد قناة السويس ليه؟ لانه عايز اوفر 15% من استهلاك الطاقة الكهربائية الـ 15% دول اللي هوفرهم هيقللوا الغاز المستخدم في توليد الطاقة بان عشان اولع اعمل يعني عايز اقرب المسافات انه عشان اولد طاقة كهربائية اللي احنا بننور قدامنا دي محتاج محطات التوليد محتاجة غاز عشان اولد فانا هقلل الكهرباء اللي انا بنتجها فقلل الغاز المستخدم في التوليد فيوفر معايا شوي يعيز اوفر اديه 15% 15% من الطاقة الكهربائية عايز اوفر 15% من الطاقة الكهربائية عشان اوفر 18% من استلاك الغاز استلاك الغاز اللي انا بستهلكه النهاردة 60% من الغاز المستخدم في مصر رايح لاتقى الكهربائي عايز اوفر منه 15% عشان اوفر 15% هوفر للبلد عملة صعبة ليه هجيبها منين انا هبيع الكهرباء لا انا هبيع الغاز هبيع الغاز الغاز اللي هبيعه هيجيب لي اراد سنوي حوالي 5 مليار و4 من 10 ده التوفير بالبلدي عشان بس نعرف ان المشروع مشروع ضخم يعني انا لما اعمل مصنع ولا اعمل شوية مصانع ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا انا رقم الخمسة مليار رقم ضخم جدا لكنه قابل للتطبيق وقابل للتنفيذ وان شاء الله ننجح فيه انا بس عايز اقول انه ترشيد استهلاك الكهرباء اللي الحكومة عليته مبارح والنهار ده مجلس المحافظين بينفزه وبنقوله للناس عايز اعيد الكلام اللي قلتهم مبارح تاني ليس من سبيل ضغط التكلفة او ضغط الانتاج علشان خايفين من نقص الكهرباء او تخفيف الاحمال لا احنا عندنا وفرة في انتاج الكهرباء يعني نقدر ننتج الكهرباء زي ما انا عايزين زي ما احنا عايزين مش اي مشكلة خالص والحمد لله الكهرباء ما قطعتش ولا هتقطع باذن الله لكن احنا عايزين نقلل الغاز المستخدم في توليد الكهرباء الغاز ده عايز اقليله ليه هو ما عنديش غاز عندي عايز استفيد بيه ومنه واصدره علشان يجيب لي عملة صعبة تقدر الحزبة دي كلها بحوالي خمسة مليار ونص دولار لو نجحنا هنوفر للبلد خمسة ونص مليار دولار تخيل هيعمله ايه يعني تخيل هيعمله ايه رقم ضخم جدا قناة السويس ستة سبعة يا جماعة الخمسة مليار ده رقم مهم جدا فدي فكرة انا بقول انا بقوله واستطيع ان اطلق هذا التعبير انه المشروع القومي لترشيد استهلاك الكهرباء سيوفر للبلد للدولة غاز يمكن تصديره يعيد على مصر عوائد دولارية خمسة ونص مليار دولار شكرا لكم